يعني عملياً عم بتقول إنه راح بترجع بتفوت التيار أمال حزب الله الأفريقاء الآخرين على الحكومة لح يفوت كل حدا عنده تمثيل وراغب يفوت على الحكومة لح يفوت لح نرجع محبك كله هيداً يعني صدقت كذبته لسامي جميل يعني إنه ما كان بده يفوت بالحكومة شو قصدك؟ شو قصده؟ إنه ما كان راكد يفوت بالحكومة الأولى طبع العهد بس رفض بس لأنه كان بده ألبير كوستانيان ما ياخد حقيب الدولة كان بده ياخد حقيب السياحة أوقت السياحة أو الصناعة بس مش أنت بمرة من مرات نكرت هالموضوع هو رفض أبداً أنا اللي اشتغلت فيه أنا وشهوده موجودين من الكتائب ومن التيار لشو ما كان بده يصوت للرئيس عون بالرئاس الجمهورية والاتفاق مكتوب وموجود وبين حزب الكتائب بيعرفوا اتفاق شو؟ اتفاق على التصويت للرئيس عون للرئاس الجمهورية ما هو كان موافق صارت الخلفة على فرد نقطة فرد نقطة هلأ لا حيطلعوا يردوا علي شو هي بس بقللك شغل ايه لا قللي شو هي قبل ما تقللي شو هي النقطة انه كان بده الرئيس عون ينزل على الصيفة مش يطلع عند الرئيس الجمهورية لعب كفية هادي كانت النقطة اتفقنا على كل شي وكتبنا نص واضح واللي كان عم يفاوض من عندنا معروفه والوزير الياس أبو صعب وكان من عنده فيه كمانة مجموعة وبعدهم يعني الموجودين يعني أحياء وفي منه انظهروا من الحزب وان نشهد على هيدا الشي صار بس على هيدا النقطة بس النائب سامي الجميل قال لي الأسبوع الماضي انه لما حضرتك لما سألك عن الرئيس عون قلت له انه نحنا انتصرنا محورنا انتصر بالمنطقة سألك كذا سؤال انا مش من النوع بقول هيك تعرف كلمة محورنا ما بستعملها قالت له نحنا منتصرين ولا بستعمل هيدا المنطق أنا كل شي خبرته بوقتها انه نحنا مش عم نزعبر عليك نحنا رايحين نتفهم نحنا وسامير جعجة بيننا وبين القوات بقى بس تكون عارف ما كاني مسدق انه هالشي